اشتركوا في القناة ايرانيون كبار بينهم ساسة وعسكريون يربطون الهجوم على الحرس الثوري الايراني بمؤتمر وارسو وبكل صراحة ومباشرة يقولون إن من نفذ هجوم سيستان وغلوشستان تلقى دعما من مجتمعين في وارسو وسننتقم حدثان يكتسبان مزيد جرعة من الاهمية لتزامنهما مع الذكرى الاربعين للثورة الايرانية ربما يكون الاكثر دلالة بين كل هذه الاحداث هو ما قاله حسن روحاني الرئيس الايراني في خطاب الثورة امام جمع من مؤيدها من ان اجزاء واسعة اقططعت من اراضي ايران في القرنين الاخيرين ولم ينسى روحاني ضم دول الخليج العربي قاطبة الى الوطن الايراني الام بحسب وصفه الخطاب القومي لماذا اعتمد روحاني هذا الخطاب القومي في ذكرى ثورة يصنفها الايرانيون بانها اسلامية وانها عابرة لمفهوم الجغرافيا والوطن وماذا تريد طهران من العرب اليوم هذا ما نحاول اجابة عنه مع ضيوف حلقة اليوم من برنامج حديث العرب فأهلا وسهلا بكم حضرات المشاهدين الى هذا اللقاء الجديد اربعون عاما مضت على مجيء الخميني ممن فاه في باريس بطائرة خاصة ليزيح عرش الشاه ويتربع على سدة الحكم في ايران بقبضة حديدية تسوم الايرانيين سوء العذاب وتشعل النار والفتن في اغلب دول الجوار قد لا تكون مجرد ثورة على نظام سياسي فقد بدلت ايران كامل ملامحها لترتدي عباءة الملالي وترفع شعارا ظاهره الموت لامريكا وباطنه شراكة استراتيجية متينة ومع اول بدايات النظام الجديد في ايران بدأ ما يسمى بتصدير الثورة ليبدأ معه عهد جديد من تدهور العلاقات الخارجية نتيجة لتدخلات معقدة عكست في اتهامات اقليمية ودولية بتمدد الدور الايراني في الشرق الاوسط بدأ بالعراق وحرب الثمان سنوات ومرورا بلبنان وافغانستان ليصل الى اليمن وسوريا وغيرها من الدول سعيا للسيطرة عليها مذهبيا ونشر الطائفية فيها بغرض اضعافها واخضاعها بالترغيب تارثا او بالترهيب اخرى الرئيس الامريكي دونالد ترامب اشار الى ان ايران تهدد الامن الدولي وتتدخل في ملفات لا تخصها كالملف السوري واليمني والعراقي واللبناني من جانب اخر فان ايران تشهد على الصعيد الداخلي مظاهرات بين الفينة والاخرى تنديدا بارتفاع الاسعار والفساد المالي فضلا عن التضييق السياسي وكبت الحريات التهديدات الايرانية للمنطقة دفعت الولايات المتحدة الى عقد مؤتمر حول الشرق الاوسط في العاصمة البولندية وارسو منتصف الشهر الجاري وهذا ما لا يصب في مصلحة طهران فقد يخرج بمقررات لا تخدم سياستها ويبدو ان ثم تتحديات كبيرة تواجه ايران على الساحتين الداخلية والخارجية فداخليا غضب شعبي لسوء الظروف الاقتصادية وخارجيا توترات كبيرة ومستقبل مجهول جعل الشارع الايراني يفقد صبره بعد اربعة عقود على حكم ولاية الفقيه جراء سياسات النظام وجر البلاد نحو صراعات وحروب خارجية متابعة لهذا الموضوع ينضم الي قاسم قصير عبر سكايب الصحفي اللبناني وعبر سكايب من بيروت طبعا وعبر سكايب من عمان العاصمة الاردنية ايضا اسامة جحادي الكاتب والباحث الاردني ومعي في الاستوديو الدكتور محمد عبد المجيد الباحث في مركز الدراسات الايرانية الايرانية بانقرة اهلا بالجمع الكريم لو بدأنا معك الدكتور محمد هناك اسباب اجتماعية سياسية اقتصادية لا شك انها كانت تقف وراء قيام الثورة الايرانية قبل نحو اربعين عاما لكن السؤال هو الفكرة الاساسية الفلسفة الاساسية التي قامت من اجلها هذه الثورة قبل اربعين عاما حول ماذا تمحورت؟ بالعودة لخطابات الخميني قبل شهور من عودته الى ايران وفي الاشهر الاولى من عودته الى ايران كان هناك وعود بتحقيق عدة امور على رأس هذه الامور تأتي كف يد الدول الاجنبية عن البلاد وتأمين استقلالها وسيادتها ثانيا تأمين الحريات الاجتماعية والسياسية في البلاد ثالثا تحقيق العدالة الاجتماعية رابعا تنمية البلاد وتقدمها ايضا سيادة القانون وتعزيز القيم الدينية الان اذا اردنا ان نفحص هذه الوعود التي قامت بها الثورة الايرانية والتي ظل النظام الايراني يرددها طوال هذه العقود الاربعة نرى ان النظام الايراني نجح في امر واحد يمكن ان نقول واخفق في اكثر المجالات الامر الذي تمكن النظام الايراني من النجاح فيه هو المحافظة على استقلال البلاد وسيادتها في هذه العقود الاربعة لم يختطع اي جزء من البلاد وتمكن النظام الايراني من المحافظة على استقلال بلاده وسيادتها لكن المجالات الاخرى هناك كثير من اذا جاز التعبير يمكن ان نقول الاخفاق في ادارة هذه الملفات هذا دكتور محمد يعني الاهداف الكبرى والاساسية ليست التفصيلية وانما الداخلية الاهداف الكبرى التي نشأت من اجل هذه الثورة ما الذي تحقق منها اليوم بعد اربعين اهاما؟ كما ذكرت يعني هذه هي الاهداف الحقيقية التي قامت من اجلها الثورة الايرانية عندما قامت الثورة الايرانية يجب ان نذكر لم يقوم بها الاسلاميون فقط قام بها حزب تودا او حزب الشعب اليساري وقام بها منظمة مجاهدي خلق وطبعا كان هناك حضور كبير للتيار الاسلامي فيها لكن الشعب الايراني يعتقد ان اصحاب العمائم او ما يسمى الملالي سرقوا الثورة واقتنصوا كل مكتسباتها بالعودة الى هذه الامور كيف تبين لك ان هذه قناعة الشارع الايراني بان كما اسميتهم اصحاب العمائم سرقوا الثورة؟ في الحقيقة انا عايشت المجتمع الايراني لمدة عشر سنوات واعرف يعني منذ عشرين سنة تقريبا انا اعايش المجتمع الايراني وعلى اختلاط واسع يعني مع طبقات مختلفة من الشعب الايراني هذه القناعة موجودة عند اكثر او عند فئة كبيرة من الايرانيين عند القاعدة الشعبية ام عند النخبة الايرانية؟ ليست فقط عند النخبة يمكن ان تذهب الى يعني اذا صعدت التكسي في شوارع طهران تتكلم مع سائق التكسي بهذا الامر فهناك في الحقيقة يعني هناك نقمة او هناك ما يمكن تسميته يعني استياء وغضب من النظام الحاكم في طهران لانه قام بوعود كبيرة لكنه لم يوفي بهذه الوعود الان سأدخل في هذه الامور التي ذكرتها على صعيد العدالة الاجتماعية لم ينجح النظام الايراني في تأمين العدالة الاجتماعية فما لبث ان لجأ الى اقامة محاكم ثورية اصدرت احكاما بالاعدام على كثير من معارضيه وكلنا يعرف ان الكثير من ابناء النظام يعني معذرة ارجو المعذرة يعني معروف مواقف الخميني انه قبل نجاح الثورة كان يؤكد على ضرورة عدم لمس الجند الايرانيين لانه من ابناء الشعب ووقف سدا منيعا ضد قتل ضباط واعدام ضباط الجيش الايراني لكن بعد ذلك كل ثورة في العالم هي بالنهاية تطيح بما سلفها حتى تنجح وتقيم دعائمها فاين المشكلة؟ صحيح المشكلة اننا ندعي اننا اسلاميون ونقيم هذه الاعمال اذا لم ادعي انني اسلامي اذا اردت القيامة بثورة من الطبيعي ان تحدث هذه الامور في الثورة لكن انا عندما اتبنى مفهوم العدالة وانني ساقيم دولة مثل الدولة التي قامها النبي صلى الله عليه وسلم وكما قام بها الامام علي وفق المعتقد الشيعي فهذا هناك تناقض صارخ بينما قامت به الثورة الايرانية والمبادئ التي قامت عليها هذا من حيث العدالة الاجتماعية من ناحية الحريات السياسية والاجتماعية اذا اردنا العودة الى مؤشر الحريات في الشرق الاوسط في صدره في العام الماضي احتلت ايران المرتبة الخامسة عشر بين اثنين وعشرين دولة من دول المنطقة ولم يتبعها سوى دول مثل جزر القمر وموريتانيا وجيبوتي هذه اتك بعدها هذا على صعيد الحريات على صعيد الحريات الاجتماعية يدرك كثير من الايرانيين اصلا هناك استياء عندك كثير من الايرانيين بسبب انخفاض مستوى الحريات الاجتماعية الموجودة في ايران ما تزال ايران تفرض الحجاب على النساء ما تزال تمنع كثير من الايرانيين من ممارسة عاداتهم وتقاليدهم ربما نتوسع في طرحي هذا الامر بعد قليل لكن دعني اسمع رأيي الاستاذ قاسم قصير وجدد الترحيب بك مرة اخرى استاذ قاسم الايرانيون اليوم يعني يحتفلون بالذكرى الاربعين لثورتهم السؤال الذي قد يتبادر الى المتابع سواء كان في الداخل الايراني او حتى في الخارج بعد هذه السنين بعد هذه العقود هل ما زالت فكرة الثورة الايرانية الاساسية ما زالت تحتفظ بجذوتها بقوتها بحيوياتها في رؤوس الايرانيين ام انها شاخت برأيك أولا السلام عليكم ورحمة الله وتحيي لك ولضيفك ولمشاهدين الكرام وعليكم السلام اهلا مساعدة السلام عليكم ضيفك تقدم مقدمة طويلة يعني انهى الثورة وانهى كل اهداف الثورة خلال خمس دقائر وتحدث عن كل الامور يعني امور الاجتماعية وبالحقوق الانسان وانا برأيي هذا تقييم للأسف تقييم يعني مبتسر وغير موضوعي وهو يقدم انتباعات غير مبنية على معلومات اماطية نحن اليوم بعد اربعين سنة من الثورة اسلامية في ايران وجمهورة اسلامية في ايران وانا من الذين وكبت هذه الثورة كما ان ضيفك يقول انه هو قريب من الايرانيين نحن واكبنا هذه الثورة منذ اللحظات الاولى كنا شباب مسلم في لبنان نتابع وكنا ندرس افكار الاسلامية افكار الاخوى المسلمين حزب الدعوة افكار علماء لبنان وننتظر متى سيبلغ نور الاسلام من جديد وكنا نتعرض لحملة كبيرة من اليساريين ومعارضين للأدياء والحركات الاسلامية ان الدين هو رجعي وانه لم يعد صالحا كنا ندرس كتاب سيد قطب شبهات محمد قطب شبهات حول الاسلام حتى ما انتصرت الفكرة الاسلامية اططنا روحا جديدة هذه الفكرة حتى لا يدهمنا الوقت لدينا الكثير من النقاش في هذه الحلقة الغنية استاذ قاسم يعني هذه الفكرة التي تتحدث عنها وتقدم مشاعرك الى اي مدى ما زالت موجودة بين الايرانيين اليوم فكرة الثورة الايرانية سأجيبك هذه الثورة وهذه الجمهورية بعد 40 سنة لو لا انها لا تزال تحتفظ بهذه الافكار وبهذه الرؤى وانها لا تزال تدعم القضية التلسطينية وتحمل راية الاسلام لما تعرضت لكل هذا الحصار لما تعرضت للهجوم من امريكا ومن اسرائيل ومن اعداء الاسلام في كل مكان لما تعرضت لحصار مستمر منذ 40 سنة ولحروب بالدافل والخارج وما شاهدناه امس من التفجير في زاهدان يعني هذه الجمهورية انا وجهة نظري لا تزال تحفظ افكار الاسلام حتى ضيفك الكريم يقول انها تطبق الحجاب وتفرد الشعائر الاسلامية وكأنه يريد منها ان تسمح مثلا بالخمر او غير ذلك لا ادري ما هو مطلوب هذه الجمهورية هناك اهداف اساسية طبعا هي كانت ثورة اصبحت دولة الان الدول عادة لديها حسابات لديها اعتبارات معينة لكن هذه الثورة الاخكار الاساسية لها لا تزال تحملها تحمل قضية فلسطين دعم المقاومة مواجهة يعني ما لش استاذ قاسم ما زالت تحمل قضية المقاومة الفلسطينية يعني كما يقول كثير من المسؤولين الايرانيين لكن يعني بعيدا عن هذا الجانب الذي ثم تمن لا يرى بصدقية هذه الرواية خصوصا وان مثلا حلفاء ايران في المنطقة قالوا ان طريق القدس يمر من حلب والزبداني والاخري وسقط الكثير من القتل المدني بعيدا عن هذه الجزئية الفكرة الاساسية للثورة الايرانية استاذ قاسم يعني الان هناك ادمان انتشار نسبة الادمان وازدياد نسبة الادمان في ايران وهناك البطالة وهناك النساء اللواتي يريدنا ان يكشفنا عن رؤوسهن لا يلتزمن باوامر الاسلام كما يقدمه مثلا النظام الايراني هذه كلها مشاكل موجودة يعني كيف يمكن الموافقة بينما تفضلت بذكره وبين هذا الواقع الذي تتحدث عنه حتى وسائل اعلام ايرانية ولدي تقرير لصحيفة فارهينغتان الايرانية تتحدث عن اربعة ملايين مدمن نقلا عن مصادر في الشرطة لم تسميها يعني هذه التقارير موجودة في الشارع الايراني كيف يمكن الموافقة بينما تفضلت به وبين هذه الحقائق ايران اربعين سمانين مليون نسمة في ايران سمانين مليون نسمة في ايران انا طبعا لا اقول ان ايران او الدولة اسلامية بايران نجحت بحل كل المشاكل نحن نعرف ان احد اهم المحاولات من اجل ضرب هذه الثورة هي موضوع نشر المخدرات ونحن نعرف حجم المخدرات لتدخل من بعض المناطق الى داخل ايران طبعا بالاخير هذه دولة كبيرة لديها مشكلات انا لا اقول انت جنوبية بس تسمعني انت تطرح سلطة تريد ان تجيب انا اقول مسألة موضوعية نحن حتى في عصر الرسول وفي عصر الخلفاء الرشدين وكل الخلفات في كل دولة كان هناك اشخاص غير ملتزمين بافكار الاسلام او بتعاليم الاسلام لكن المهم هو الرؤية العامة طبعا انا من الذين اطالب دائما ادعو ان هذه الجمهورية تحول كل المشاكل لكن هل حل كل المشاكل يكون فقط يعني بشكل العصر السحرية علينا ان نرى ماذا انجزت هناك مشكلات انا سابقي لك الحوار سابقي لك الحديث ولكن دعني ايضا اقول لك ما يطرح في الشارع استاذ قاسم يعني صحيح انها انجزت لكن انجازاتها كلها محصورة في الخارج يعني هم مثلا المسؤولون الايرانيين يتفخرون بانهم سيطروا على اربع واصم عربية بينما هناك الجائعون وهناك انتشار الغذاء على سلات القمامة في الشارع الايراني هناك حالات الطلاق المرتفعة هناك الادمان سؤالي هو اذا ما كانت ثورة مثلا اسلامية وطبعا انا لا اتبنى وانما انقل لك وانت تجيب مثلما انا انقل ايضا لضيفي هنا وضيفي الاخر اذا ما كان هناك نظام اسلامي محكم او نظام سياسي واجتماعي محكم فبماذا يمكن تفسير ارتفاع هذه النسبة من المخدرات والطلاق والتمرد على القيم الاسلامية التي فرضها النظام الايراني يعني اولا اذا نريد ان نقيم اي تجربة علينا ان نرى كيف كانت قبل الثورة وكيف اصبحت اليوم ما هي نسبة مثلا الامية في ايران قبل قيام الثورة الجمهورية ما هي نسبة امية اليوم موضوع العلم كيف كانت ايران واين اصبحت موضوع الفقراء او الذين يتعاطوا كيف كانوا وكيف اصبحت لا نستطيع ان نقيم فقط من قلال مظاهر معينة نقول ان هذه المظاهر هي التي تقدم هذه السورة اذا اردنا ان نقيم لنرى ماذا انجلت نحن على الاقل من الذين تابعوا هذه الجمهورية منذ نشأة اليوم سواء بالنسبة لموضوع المحو الأمية سواء بناء المؤسسات سواء تطور العلمي في ايران طبعا بالاخير في فقراء في ايران مثل اي بلد اخر هلأ هناك تقصير هذه مسؤولية طبعا وانا لست من الذين يدافعون عن ايران بالمطلق قد يكون في اشكلات موضوع احتلال اربع عواسم عربية هذه مقولات حتى لو قالها الايرانيون هي ليست صحيحة وليست ضخير صحيح ان ايران لديها دور في الخارج لكن بالاخير ايران امام تحديات في الدافل وهي تقدم يعني تطور الموضوع الاقتصادي وموضوع المالي لكن الوقت نفسه ايران تتعرض لحصار وايران تتعرض لهجوم هم لا يريدون للجمهورية الاسلامية ان تتحس او تلقاد لذلك قد يكون في مشكلات لكن هذه ليست لان قيادة لا تريد حلها لكن حجم الضغوط التي تواجهها ايران من قبل امريكا ومن قبل اسرائيل ومن قبل القوة هذه الضغوط سنبحثها معك ومع ضيفينا ايضا بعد الفاصل لكن دعني قبل ذلك اتوجه الى الاردن لاجدد الترحيب باسامة اشحادة مرة اخرى مرحبا بك استاذ اسامة انت كمراقب ومتابع للشأن الايراني وكمتابع للحركات الاسلامية عموما كيف ترى ايران بعد اربعين عاما على قيام الثورة سياسيا واقتصاديا اجتماعيا ما الذي تغير بالنسبة لك كمراقب يعني وضع ايران يعني وضع ايران من عاما لم يتغير يعني قبل مجيء الخمني كان الشارع العربي والاسلامي يعني منزعت من سياسات الشاة التوسعية والعدوانية تجاه المنطقة والان تغير فقط اللي هو تاج بالعمامة انما نفس السياسات نفس المواقف الحدوانية نفس المواقف الاقتصائية يعيشها الشارع العربي والاسلامي تجاه سياسات ايران ايران الآن تغزو الدول المجاورة الشاة احتل ثلاث جزر ايران تفتخر نحتلت اربع عواصم عربية اذا المجمل للوضع لم يتغير استاذ اسامة يعني كلامك قد يأتي من يرد عليه ليقول ان ايران دعمت حركات المقاومة سواء في لبنان او في فلسطين وعارضت امريكا وتخضع تدفع فاتورة باهظة حقيقة لسبب مواقفها هذه الآن بالحصار والتضييق عليها ومع ذلك ترفض ان تتراجع عن مواقفها المبدئية تجاه فلسطين وتجاه كل حركات مقاومة في المنطقة هذا كلام تضليل اعلام لا قيمة له انما نحن ننظر الى الحقائق على الارض ايران في 2003 عرضت على الولايات المتحدة الامريكية عبر الوسيط السفارة السويسرية ان تتخلى عن دعم المقاومة الفلسطينية تتخلى عن دعم حزب الله في لبنان لانه دعم هذه الجهات هو دعم لاغراض السياسة الاعلامية الايرانية وكأوراق تفاوض مع الغرب وليست من اجل ايمانها بالقضية الفلسطينية او القضايا العادلة نحن نرى الان يعني ايران مارست قتل الفلسطينيين في العراق في حي البلديات في مهداد مارست قتل الفلسطينيين في مخيم اليارموك في سوريا مارست قتل الفلسطينيين في صنعاء وغيرها بمن هربوا من سوريا والعراق ولجؤوا لليمن فقام الحوثيين بقتلهم عبر الاسلحة الايرانية وغيرها فهذا الكلام يعني كلام حقيقة دعائي لا قيمة له ولا حقيقة له قضية ايران تدعم بعض الجهات فهي تدعمها لمصالح وليست لمكاسد ولذلك مثلا أليس من حق الدول أن تبحث عن مصالحها أيضا؟ هي لا تشاكس إنما هي تطالب أن تكون شريكة في حصة من الكعكة فقط يعني ايران ليس عندها مشكلة في الوجود الامريكي في المنطقة هذا التحليلات لا يستند إلى معلومات دقيقة طبعا يعني الآن مثلا الشراكة الايرانية الامريكية في العراق ما نتسميها يعني نجاد إذا كان فعلا الرئيس الايراني في صراع مع أمريكا كيف يؤمن على نفسه أن يطير إلى بغداد وينام في بغداد هو وروحاني تحت ظل السلاح الأمريكي يعني الآن إسرائيل تقوم بقصف سورية شبه إسبوعي وإيران لا تكترث بذلك هذا إيران تستوي فيه مع الدول العربية كيف؟ إذا سلمنا بأن هذا مثلا يعني سلمنا بأن هذا من ضعف المقاربة الإيرانية أو من تناقض المقاربة الإيرانية فهذا إيران تستوي فيه مع الدول العربية وبالتالي لا أحد يمكنه الخروج عن السقف الأمريكي في المنطقة الدول العربية لا تتفاخر علينا كذبا وزورا بأنها مقاومة وأنها ممانعة وأنها نصرة مستضعفين وأنها يعني راية الأئمة والجهاد يعني الدول العربية تقول نحن نريد السلام إنما هؤلاء يقول نحن محور المقاومة وممانع ولكن في الحقيقة هم يشاركون الأمريكان واليهود الفراش يعني هم يتصارعون على القوم من أمريكا يعني الشاه له كلمة مهمة جدا تجاه الخميني وسياسته أن الخميني والملالي في طهران هم كالعشيقة السرية لأمريكا وهذا فعلا يعني أنت أنظر الآن مثلا الحرص الإيراني الشديد على البقاء في الاتفاق النووي ومحاولة الاستجداء والاستخداء والترجي والتوسل للبقاء في هذه الصفقة يعني إيران لا تريد حربا مع أمريكا ولا تريد أن تحارب إسرائيل وفي النهاية تريد أن تكون شريكة في المنطقة والغرب لا يريد أن تكونها حصة كبيرة فقط هذا هو أصل الصراع بينهم ولكنهم يسويقون هذه العنتريات وهذه الشعارات على أدماء الضعفاء والمساكين يعني إيران الملالي 40 سنة لم يطلقوا طلقة واحدة على إسرائيل يعني حتى حروب حزب الله لبنان يعني إسرائيل دمرت لبنان ولم تدمر حزب الله كما أن إيران دمرت الثورة السورية ولم تدمر داعش يعني الآن في الميليشيات الشيعية التابعة لإيران في العراق وسوريا واليمن هي تدمر أهل السنة الوطنيين أبناء البلد بينما تتحالف في الحقيقة مع داعش والقاعدة والنصرة وعيئة الشام ويتمددون طيب سنعود إلى هذا لو أذنت لي أسامة هنا معك في الستوديو يعني الآن في ظل تبدل المفاهيم وتبدل طرق الحياة وتبدل المفاهيم حتى السياسة إلى أي مدى ترى أن الإيرانيين ما زالوا كشعب ونخب فكرية وثقافية يعضون بنواجدهم على فكرة الثورة لا شك أن هناك نواة صلبة مؤيدة للنظام الإيراني في المجتمع الإيراني لكنني بحسب تقديري هذه النسبة لا تتجاوز 20% في أحسن الأحوال بين الإيرانيين أستطيع أن نؤكد أن غالبية الشعب الإيراني لم يعد متحمسا للثورة الشعارات التي أطلقها الإيرانيون في السنة الأخيرة أيها الإصلاحيون أيها المحافظون كفى ابتعدوا عننا ارحلوا تؤكد أن الشعب الإيراني لم يعد له ثقة بالنظام الإيراني بجناحيه الإصلاحي والمعتدل لكن هناك من أقطاب الثورة الإيرانية والمتحمسين كثيرا لها ما زالوا يطرحون هذه الشعارات التي مضى عليها 40 عاما حتى أنهم يعني يقولون الربيع العربي كان مستوحا من الثورة الإيرانية وكانوا يسمونه صحوة إسلامية في بدايته حتى أن ممثل الخامناء في مشهد آية الله علم الهدى ويعرفه الأستاذ سامير قاسم الأستاذ قاسم الأستاذ قاسم عفوا قال أن ثورة السترات الخضر في فرنسا هي مستوحا من الثورة الإيرانية يعني هناك في الحقيقة وهم يعيش به المسؤولون الإيرانيون كيف يعني لو سلمت بهذا الكلام كيف لدولة مثل إيران شعبها 80% بحسب النسبة التي وصفتها لنا 20% معهم و80% ولا أعرف تصدر هذه النسبة 80% من الإيرانيين ضد حكومتهم ومع ذلك تحرز هذا القدر من النجاح خارج قواعدها في لبنان وفي اليمن وحتى أمريكا الآن هناك من يقول بأن أمريكا هي المعزولة وليست إيران هذا الكلام أن أمريكا هي المعزولة هو كلام بعيد سأحف معك هذه لكن كيف تحقق إيران هذه النجاحات في ظل عدم وجود حاضنة شعبية كما تفضل الأنظمة الدكتورية والأنظمة الرجعية لا تحتاج إلى قاعدة شعبية لكنها تمارس القمع والبستار العسكري على مواطنيها نعرف في سوريا كم هي قاعدة النظام السوري بين المواطنين السوريين لكنه تمكن من حكم السوريين عشرات السنين والآن ندخل في العام لكنه لم يحقق إنجازات في سوريا لم يحقق إنجازات في إيران هناك إنجازات الإنجازات التي حققها النظام الإيراني هي كما ذكرتها هي على الصعيد الخارجي على الصعيد الخارجي أيضا هذه الإنجازات محصورة في تشكيل كتائب وجماعات عسكرية والبنية العلمية في طهران وإيران الحقيقة البنية العلمية في طهران يعني أنا عشت في طهران وأعرف المجتمع الإيراني وعشت في الجامعات الإيرانية لا يمكن أن نتكلم عن نهضة علمية إيرانية صحيح أن هناك إيران حصلت على المرتبة ربما الثامنة عشر في كتابة المقالات العالمية على مستوى العالم لكن مؤخرا أعلنت بعض الجهات العلمية إبعاد إيران عن هذه القائمة بتهمة السرقة أذكر لك مثالا واحدا وزير الصحة الإيراني وزير الصحة في عهد الرئيس الروحاني كتب أكثر من 150 مقالة خلال فترة تسلمه منصب الوزير أكثر من 150 مقالة علمية كيف يمكن لوزير وعلى الرغم من كل أعماله ومشاغله أن يكتب هذه المقالات إذا كنت تعيش في طهران يمكن أن تكتب حتى كتبا وتطبع باسمك دون أن تتعب بها لكن تدفع مقابل ذلك المال أنا أريد أن أذكر أمرا هاما أنا أعتقد أن أكثر المتضررين بالثورة الإيرانية الإيرانية هو الحقيقة القيم والمبادئ والإسلام لماذا؟ سبب النظام الإيراني أو تسبب النظام الإيراني في ابتعاد الإيرانيين عن القيم الدينية وعن الإسلام قبل الثورة الإيرانية وقبل فرض هذا النظام كان هناك بالتأكيد حالات ابتعاد عن الدين هناك حالات ربما دخول في أديان أخرى لكن الآن إذا مشيت في المجتمع الإيراني تجد كثير من الإيرانيين يجاهرون بإلحادهم يجاهرون بابتعادهم عن الدين يجاهرون بعدم تطبيق التعاليم الدينية يجاهرون في عدائهم للدين هذا موجود في كل مكان موجود في كل مكان لكن عندما يفرض النظام يفرض نظاماً إسلامياً يولد ردة فعل عكسية حتى أن الإيرانيين ابتعدوا كثيراً عن رجال الدين إذا ذكرت لك مثالاً واحداً في مجلس الشورى الإسلامي الأول بعد الثورة الإيرانية كانت نسبة رجال الدين في مجلس الشورى 60% من عدد نواب البرلمان لكن في البرلمان الحالي لا تبلغ النسبة أكثر من 6% من كل نواب البرلمان وهذا يظهر ابتعاد الإيرانيين عن رجال الدين وحتى ابتعادهم بالأسف عن القيم الدينية هناك تحديات حقيقية أمام إيران سواء مستوى الداخل أو الخارج الخارج هناك لدينا مؤتمر وارسون نريد أن نبحثه لكن بعد الفاصل نتابع حديثنا بعد فاصل قصير ترجمة نانسي قنقر أسعدكم الله ما زلنا وإياكم في الحديث عن إيران وهي تعيش الذكرى الأربعين لثورتها أذهب إلى بيروت أستاذ قاسم كيف تبدت لك الخطوط العامة للسياسة الخارجية الإيرانية على مدى العقود الماضية هل كان الدور المحوري فيها أو البعد الأساسي هو العقيدة أم القومية أم المصالح الاقتصادية أم ماذا طبعا هذا سؤال مهم جدا لكن قبل كمان أجيب على السؤال أنت طرحتم في هذا الحوار عشرات القضايا أخونا من أردن طرح قضايا إسرائيل وأمريكا والعراق واللبنان أخونا في إسطنبول عندك يطرح موضوع العلمي وموضوع تأييد النظام يقول أن 20% هم فقط مؤيدين للنظام في حين أن الذين يشاركون في الانتخابات أحيانا يصل إلى 75% من أبناء الشعب الإيراني الذين الآن شاركوا بالمظاهرات في آخر مظاهرات لا أحد يجبر أحد على النزول في التظاهرات يعني ملايين البشر ينزلون للتظاهرات لا أدري كيف يتم تقييم أن هذا النظام هو نظام لا يحظى بدعم شعبي في حين أن الناس عندما يحدث أي مشكلة في إيران كل الناس تنزل طبعا هناك اعتراضة هناك معارضة ما أسأل الأخرى موضوع العلمي الإيران النانو ما يسمى تقنية النانو هي من الدول الأوائل في تقنية النانو أنا طبعا لا أريد أن أدخل بتفاصيل علمية الآن هناك معلومات عديدة يمكن أن تحدث لكن بموضوع إسرائيل موضوع المقاومة أنا لا أريد أن أتحدث أنا أرجع إلى قادة المقاومة في فلسطين حركة حماس حركة الجهة هم الذين يقولون أن إيران هي التي تدعم بالصواريخ وبالإمكانيات المقاومة أحد مشكلات إيران مع أمريكا ومع إسرائيل هي أنها تدعم المقاومة في لبنان حزب الله هو الذي تعرض لحرب 2006 والذي دعمه كان إيران بالسلاح وبالإمكانيات ولولا دعم إيران لما كنا صمدنا ولم تستهدف إسرائيل فقط يعني لبنان استهدف حزب الله وشباب حزب الله خذت ربما وقتا كافيا أستاذ قاسم أحب ذاته جيب السؤال تفضل أخي العزيز نحن حتى نكون نعمل تقييم دقيق يمكن نأخذ موضوع محدد ونشتغل عليه مش أنه نطرح 15 موضوع وفي كل موضوع يتم فيه موطيات واتهامات أي إيران وإسرائيل تنمان في سرير واحد وإسرائيل كل يوم تقصف المراكز التي تقول أنها فيها إيرانيين في سوريا موضوع إذا ذهب رئيس إيران على العراف يكون ينصق مع الأمريكيين هذا موجود أن في نيويورك يوجد هو الحديث بالمجمل عن إيران من الداخل ومن الخارج ربما أخذت الوقت وهذا من حقك أخذت الوقت الكافي لكي ترد على ما تفضل به الضيفان وهذا من حقك كل الاحترام لك الآن يمكنك أن تجيب عن السؤال عن البعد الأساسي في السياسة الخارجية الإيرانية إيران دولة لديها عدة أبعاد أولا هي دولة ذات بعد إسلامي لأنها طرحت الجمهورية الإسلامية وولاية الفقية والمشروع الإسلامي هذا بعد موجود لأن علماء الدين والنظام في إيران يرتكز على نظرية ولاية الفقية الذي يعطي للعلماء دورا أساسيا وهذا العلماء يوجهون لكن بالنصف وقت إيران لها بعض له بعض ديمقراطي من خلال مؤسسات المنتخبة كما أن إيران لها بعض قومي لأننا علينا أن نعترف كما هو الحال في تركيا كما هو الحال في باكستان كما هو الحال في مصر البعض القومي حقيقي إيران تحاول أن تقدم نوع من توليفها لكي تمسك بكل المسائل طبعا أحيانا يخطئ الأخوة الإيرانيون بمواقفهم بتصريحاتهم يقدمون البعض القومي على البعض الإسلامي أحيانا في بعض المواقف هذا مرتبط بالظروف لكن بالأخير هل إيران ككل خدمت الإسلام على مدى أربعين سنة؟ ليس موضوع الحلقة هو خدمة إيران للإسلام من عدمي هذا موضوع ربما نخصص له في برنامج آخر في حديث آخر لكن نريد أن نعرف نريد أن نعرف الرافع الأساسية للسياسة الإيرانية في تعاملها مع محيطها وخصوصا المحيط العربي هناك ثلاث أبعاد هناك أولا بعض إسلامي هذا البعض الإسلامي هو بعض حقيقي لأن إيران صاحبة مشروع إسلامي حضاري وهو مشروع ليس فقط شيعي هو مشروع إسلامي كله أنا اليوم كتبت مقال في موقع عربي 21 تحدثت فيه عن علاقة الإخوان المسلمين بالقيادة الإيرانية وكيف تأثر السيد خامناء شخصيا وهو كتب مذكراته بسيد قطب ومحمد قطب وكان أن أفضل أؤلاء هي التي أثرت بالفكر الإيراني هذا البعض الإسلامي موجود لذلك هي تطرح جمهورية إسلامية مشروع إسلام لكن في الوقت نفسي لأن إيران موجودة ضمن حدود معينة وتخطي هذا الحدود يؤدي إلى أزمات في المنطقة ترتكز عن البعض الإيراني خصوصا أن البعض القومي الإيراني يؤثر بمنحة إيجابية وليس السلبي لأن أي مجتمع إذا سحبت منه الجانب القومي أو الجانب المحلي يضعف قليلا إيران تستفيد من البعض القومي وتترى تعاون إيران كدولة مع بقية الدولين لا تريد إلغاء أحد هي تريد أن تتعاون مع تركيا ومع باكستان ومع العراق ومع لبنان مع كل الدول تقدم تجربتها هذا بعض آخر جميل هناك بعض الثالث أنا برأيي هو البعض للإنسان العالمي إيران تعتبر نفسها جزء من الصراع في مواجهة الإنسان الأمريكية وهي قدمت شهداء وقدمت تضحيات وهي لا تزال تتعرض لحسار صحيح أن هناك أحيان محاولات للتفاهم لكن كما نلاحظ اليوم في وارسو اليوم أمريكا تجمع كل القوة في العالم من أجل مواجهة إيران لوما أن إيران لدي بعض إنسان عالمي تريد مواجهة استكبار لماذا يأخذ مؤتمر وارسو اليوم وأحد شعاراته محاربة إيران لو أن إيران متفاهمة مع إسرائيل ومع أمريكا لماذا الآن كل هذا؟ أنا سأعود إليك لبحث موضوع وارسو لكن لو أذنت لي أريد أن نذهب إلى الأردن أستاذ أسامة هناك محاولات واضحة لحصار طهران ليس ربما آخرها قد يكون مؤتمر وارسو الجاري الآن ستون دولة مجتمعون في بولندا وما علاقة بولندا بطهران أنا بإيران لا أعرف لكن ستون دولة مجتمعة من أجل الضغط على إيران بالصيغة التي رأيناها علما أن هذا المؤتمر يضم خصوم الأمس العرب وإسرائيل على طاولة واحدة للمرة الأولى في مؤتمر دولي من أجل إيران يعني بعد كل ذلك نريد أن نقول بأن إيران هي الشيطان وأن العرب هم المساكين وهم يجتمعون مع إسرائيل وأمريكا لحصار إيران في بولندا بالصيغة التي نراها هل هذا المؤتمر مؤتمر وارسو هو في النهاية في صالح طهران أم ضدها؟ لا يعني هي القضية لا تنبع يعني لماذا إيران لما انزعجت من صدام حسين أو من طالبان تحالفت مع الشيطان الأكبر وأسقطتهم لماذا يجوز لطهران هذا يعني؟ يعني لماذا طهران يعني ترضى بالوساطة العمانية لأجل عقد اتفاقية الصفقة النووية قبلت بالوساطة العمانية لماذا إيران يعني قبلت السلاح الإيراني في بداية ثورتها من سنة 1880 ماذا عن مؤتمر وارسو؟ نفس القضية يعني إيران لما تنزعج من دولة معينة تستعين بإسرائيل وأمريكا الآن العرب نفس القضية انزعجوا من إيران فاستعانوا بأمريكا وإسرائيل أنا لا أؤيد التعاون مع إسرائيل لكن إيران ما عندها مشكلة يعني هي نتنياهو يعني زار الملك قابوس قبل أسابيع ما انزعجت إيران ولا شعرت في ذلك مشكلة أبدا يعني فالقضية الحقيقة أنه تصوير الموضوع أنه وارسو في قضية إسرائيل وتطبيع يعني هذا عبارة عن تحريف للصورة إيران وإسرائيل يعني بينهم حقيقة علاقة جيدة وخدمات قديمة وحديثة لأجل تفتيت المنطقة وأجل ضرب العرب والمسلمين السنة الآن بتنافسوا أحيانا لمصالح تسبية داخلية نتنياهو عنده أزمة انتخابات أحيانا روحاني أو نجاز أرجو أن نكون أكثر موضوعية يعني هي مثلا إيران لديها علاقات كما تفضلت مع إسرائيل وهي التي تتعرض للحصار الآن في وارسو بينما العرب الذين هم يعني يتعاونون مع إسرائيل الآن في وارسو ضد إيران هم يعني الصورة ليست واضحة يعني إيران لم تحاصر بالشكل الحقيقي وكانت إسرائيل وأمريكا تدعمها وأمريكا اللي آطت إيران مليارين دولار يعني في الصفقة النووية قبل أشهر فالقضية يعني قضية الموضوعية والحيادية حقيقة يجب ما ننغش فيها كثيرا يعني لا ننغش فيها قضية الحصار وما الحصار هناك صراع هناك صراع لكن هذا صراع ليس صراع وجودي الآن إيران دولة عدوانية إرهابية تعمل مشاكل في المنطقة نعم هي الآن عندها عمليات إرهابية في أوروبا للمعارضين الإيرانيين وعندها دعم لكل جماعات الإرهاب في العالم من القاعدة داعش الجماعات المتطرفة في الجزائر قديما جماعات في أمريكا اللاتينية موجود فإيران عندها مشاكل مع دولة كثيرة في العالم إيران ليست حمامة سلام وليست الملائكة ولا أن خصومها كلهم شياطين طيب وضحت الفكرة أسامة لكن لكن الآن رمز العدالة والإنصاف ولا إسرائيل لكن لكن من حق العرب أن يدافعوا على أنفسهم أرجو المعذرة عن المقاطع يعني الآن هناك مؤتمر وارسو حقيقة ثمة من المراقبين من صنفه بأنه خطوة أمريكية جديدة لتصور الأمريكي للشرق الأوسط هذه الرؤية أريد أن أسأل عنها معي في الاستوديو الدكتور محمد أين مكانت إيران أو مكانها في الرؤية الأمريكية الجديدة التي تتجسد بحسب مراقبين في مؤتمر وارسو الجديد للشرق الأوسط إذا ما وزنها في الوزن السياسي والاستراتيجي المهم لإيران في المنطقة ورجو الاختصار أود التأكيد بداية أن أمريكا لا تمانع أو لا تعارض النفوذ الإيراني في المنطقة تدخلت إيران في سوريا بناء على ضوء أخضر من أمريكا وليس هناك مشكلة لدى أمريكا في دخول إيران المنطقة ونفوذها فيها لكن أمريكا تريد أن يكون هذا النفوذ الإيراني منضبطا وتحت السيطرة أمريكا تريد لإيران أن تكون دولة ديكتاتورية ثيوقراطية دينية لا مشكلة بالنسبة لها ولا مشكلة بالنسبة لها أن تسيطر على عدة دول عربية لكن ينبغي أن يكون هذا بغطاء أمريكي وبرضاء أمريكي ولا ينبغي خروجها عن الطاعة الأمريكية هذا هو المهم بالنسبة للولايات المتحدة وهذا ما تقوم به منذ السنة الماضية بعد أن خرج الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق النووي وفرض عقوبات على إيران ذجأ إلى هذه السياسة وهي سياسة الضغط على النظام الإيراني لخلق حالة احتقان شعبي ضد النظام لكي يفرض على النظام التراجع وتقديم التنازلات للولايات المتحدة وهو ما سيلجأ إليه النظام في نهاية الأمر شامبا وكلنا نعرف أن النظام الإيراني كلما وقع في أزمة ووصل إلى جدار مسدود كان يقدم التنازلات ويرضى بالجلوس إلى طاولة المفاوضات مع أمريكا والمفاوضات مع أمريكا هي التي حافظت عليه وأبقته في السلطة حتى الآن لكن أريد أن أجيب لو سمحت بمسألة بسيطة الأستاذ قاسم قصير يعني كلنا كنا متعاطفين مع الثورة الإيرانية نريد هذا النموذج إسلامي وكلنا يمكن أن نقول ندعم التيار الإسلامي لكن ما قامت به إيران في الثورة الإسلامية ألغى كل هذا وألغى كل الكلام عن بعد إسلامي وإنساني في الثورة الإيرانية إيران دعمت ديكتاتورا لا يقل عن يزيد بالنسبة كما يقول الشيعة كما كان يزيد ظالما مع سيدين الحسين ظلم بشار الأسد لا يقل إطلاقا عن ظلم يزيد أرجو أن نتذكر أن نحن في موضع تحليل سياسي وليس تسجيل مواقف ولا بعد ديني للموضوع أريد أن أعود الأستاذ قاسم قصير مرة أخرى يعني قبل يومين في خطاب الثورة وأرجو الإختصار في الإجابة ليس لدي وقت الرئيس حسن روحاني تحدث عن أن في 200 عام اخططعت أراضي إيران من جهتها الأربع تحدث عن أجزاء من تركيا العراق أرمينيا تحدث عن بلوشستان وتحدث عن دول آسيا الوسطى التي مسحتها تقريبا أربع مليون كيلومتر مربع يعني يسكنها ستون مليون نسمة كل هذه كانت تابعة لإيران أراد أن يدغضغ مشاعر القوميين الذين لديهم قاعدة في إيران أم عبر عن روح توسعية استعمارية في هذا الخطاب أم ماذا يعني بغض نظر عن ما قاله أنا بالأسف لم أستمع لهذا الخطاب لكن أنا برأيي أي خطاب إيراني له بعض قومي لا يفيد بشكل عام من جمهورية إسلامية قد يختم أحيانا بالداخل لكن أنا برأيي هذه المواقف تطلق أحيانا كما مثلا رئيس التركي يستعيد السلطة العثمانية نحن اليوم أمام وقاحة دولية هناك حدود دولية الجميع يعترف بها والجميع يلتزم بها وأنا ود أن أشير لو أن إيران خليفة أمريكا لكن أستاذ قاسم أرجو المعذرة يعني نريد أن نحلل هذا الخطاب ألا يحكس هذا الخطاب ومحاولته دغدغة مشاعر القوميين الإيرانيين حالة من الضعف السياسي يعيشه النظام الإيراني في الداخل أنا تحدث قابل قد بالأخير هذا النظام في إيران أحد أبعاده موض قومي علينا أن نعترض بذلك الأمة الإيرانية هي أمة خاطفية مثل الأمة التركية مثل الأمة العربية مثل المصر يعني بالأخير في بعض قومي أحيانا بعض المسؤولين في إيران يحاولون أن يؤثروا في هذا المصر لكن الخميني كان يتحدث عن الأممية الإسلامية لا للقومية نعم لكن الخميني يعني فكرته الأساسية وجوهر وشرعيته في الحكم كانت تقوم عن الأممية الإسلامية لا للقومية الإيرانية أنا كمحلل وكمتابع للثورة الإيرانية أنا أعتبر حتى الإمام الخميني وحتى الجمهور الإسلامية هي التزمت بالأبعاد السلاسة البعض القومي والبعض الإسلامي والبعض الإنساني العالمي الجانب القومي لأنه لا يمكن الآن نحن في ظل وضع دولي ونظام دولي عالمي لا تستطيع أن تخرج من الإطار القومي لأن لو أن إيران قالت أنها تريد أن تخرج من إيران وتصدر الثورة وتكسر الحدود لقامت الدنيا ولم تتقل بتهمة أن إيران تريد تكسر على الرئيس روحاني أنا بوجهة نظري أن حتى الإمام الكوماني قال نحن نريد اتحاد بين الدول الإسلامية لم يقل يريد خلافة إسلامية لأنه يعترف بحساسيات العلاقة مع الدول البعض القومي حاضر في إيران وهذا علينا أن نعترف بذلك لكن هذا ليس لأن إيران ضعيفة بل لأن هذا جزء من التركيبة الإيرانية الداخلية لأنه اللاقع الإيراني اليوم عليه أن يلتل لكن هذا لا يلغي البعض الإسلامي أو البعض العالمي الإنساني بالأخير مشروع بالمعنى العالمي لكن له قاعدة الآن قاعدتها إيران وله خلفاء في المنطقة أما بس بالنسبة لأمريكا بس أنا مع احترامنا أرجو البعد عن المناكفة أستاذ قاسم ليس لدي الوقت معي ضيفان أعتذر منك شديد الاعتذار وأحترم مداخلاتك جدا أريد أن نذهب إلى الأردن مرة أخرى الأستاذ أسامة أرجو الاقتصار أيضا ماذا تريد إيران الآن من العرب هل أخذهم إلى بيت الطاعة أم تسليمهم بنفوذها الإقلامي ومقارباتها لمشاكل المنطقة وأزماتها إيران تريد أن تستخدم العرب تورطها للبقاء في وجه الأطماع وأيضا لزيادة حصتها في المكاسب المنطقة يعني هي الآن تلعب بورقة الحوثيين وتلعب بورقة النظام السوري والنظام اللبناني وفي العراق من أجل أن تكسر الحصار حولها من جهة ومن أجل أن تتمدد ويكون لها دور شبيه بما أخذته أيام سلطة وإدارة أوباما هذا ما تريده إيران لكن يبدو أن ترامب له حسابات خاصة يعني يريد أن يعطيها حصة أقل هذا هي أصل المشكلة الآن يعني بدون زغارف لفظية وتحليلات دبلوماسية إنما هو صراع على مقدار وحجم الكعكة وأن إيران تمددت يعني خارج الدائرة التي يقبل بها السقور في الإدارة الأمريكية وهذا ما يريده إيران تتفاوض الآن بدماء العرب ولذلك يعني التصعيد الذي يحدث الآن في اليمن الحوثيين لا ينصعون لأمم المتحدة هو نوع من المفاوضات بالدماء بدماء اليمنيين بالدماء المسلمين بالدماء العرب أننا لن نقبل إلا إذا حصلنا على ما نريد أو على جزء من ما نريد إيران تقطي أيضا مشاكلها الداخلية ووضحت الفكرة تقول الإيرانيين يحتفلون بالذكرى الثورة من من الإيرانيين يحتفل يعني يعني غالب الجمهور الإيراني في الداخل منطفض ووضحت الفكرة أستاذ السماع وغالب الإيرانيين في الخارج مع المعارضة نعم بشكل أنواعها وأشكالها طيب سواء قومية أو علمانية أو يعني حتى وصلت الفكرة أشكرك وصلت الفكرة تماما يعني أختم معك دكتور محمد إذا ما كانت هدف أمريكا في النهاية هو إقناع الإيرانيين بأنه لكم نفوذ في هذه المنطقة بحدود معينة نرسمها نحن لكن بشرط أن تتنازلوا عن الملف النووي والتسليح الصاروخي الصواريخ الباليستية العقل السياسي الإيراني الذي عايشته كما تقول عايشت الإيرانيين في إيران عشرة أعوام إلى أين يمكن أن يتجع ما الخيار الذي يمكن أن يأخذهم باختصار في الحقيقة لا خيار أمام النظام الإيراني سواء التراجع والقبول بتقديم تنازلات لأن من أصول السياسة الإيرانية هو المحافظة على النظام بأي شكل من الأشكال يمكن أن تتخلى عن أي شيء في سبيل الحفاظ على النظام وهذا يعود إلى أمور عقائدية وأمور إديولوجية يلتزم بها النظام الإيراني وعودنا النظام الإيراني على تقديم التنازلات تلو التنازلات في سبيل الحفاظ وعلى بقائه في السلطة ورأينا الاتفاق النووي الذي عقد في العام 2015 ماذا كانت أسبابه؟ كان في جزء أساسيا من أسبابه هو الضغط الشديد الذي مورس على النظام الإيراني عند ذلك لجأ النظام الإيراني إلى التفاوض مع أمريكا وعقد الاتفاق النووي تصريحات إيران بأنها لن تتنازل ولن تتفاوض مع أمريكا الواقع يثبت عكس هذه المزاعم والإدعاءات ليس هناك مجال أمام إيران إلا أن تتنازل لأمريكا والشهور القادمة هي التي ستثبت متى ستتنازل إيران ويبقى الجواب معلقا برحم الأيام القادمة أشكرك شكرا جزيلا كما أشكر في نهاية هذه الحلقة ضيوفي كان معي قاسم قصير الصحف في لبناني من بيروت عبر سكايب وكذلك من الأردن عبر سكايب أيضا أسامة شحادة الكاتب والباحث ومعي في الستوديو أجدد الشكر لمحمد عبد المجيد الباحث في مركز الدراسات الإيرانية بأنقرة كل الشكر لكم في حراسة الله اشتركوا في القناة